اشتركوا في القناة بغية اسقاط نظام الحكم في البلاد وتسليم وافشاء سر من اسرار الدفاع الى دولة اجنبية واقبل مبالغ مالية من دولة اجنبية مقابل امدادها باسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالاوضاع الداخلية بالبلاد واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها اضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم وفي ذلك اشار المحام العام الى ان النيابة العام قد قدمت في هذه القضية ادلة قوية متنوعة تمثلت في تسجيلات الاتصالات التي دارت بين المتهمين ومسؤولي دولة قطر بما يؤكد بشكل يقيني لا يدعو مجالا للشك في تخابر المتهمين مع اولئك المسؤولين الاجانب لغرض استمرار اعمال العنف والفوضى والتي شهدتها المملكة خلال عام 2011 والعمل على تقويض الجهود الوطنية المبذولة من اجل السيطر على هذه الاعمال والقضاء عليها ومن ثم افشال السلطات في تحقيق الاستقرار في البلاد واسقاط نظام الحكم وهما تأيد بشهادة الشهود التي اظهرت بصورة قطعية مدى تآمر المتهمين مع المسؤولين بدولة قطر والمعلومات التي نقلها المتهمون اليهم في شان تحركات قوات الامن وقوات درع الجزيرة في مسعاها لتقويض تلك الاحداث ومصاحبها من اعمال القتل والتخريب التي تعرض لها المواطنون والمقيمون وممتلكات الدولة كما تأيدت جميعها بما قدمته النيابة من ادلة مادية اخرى تكشف عن المهام التي اطلع بها المتهمون تنفيذا للتكريفات التي تلقوها من المسؤولين القطريين في ذلك الايطار واضاف المحام العام ان الحكم الصادر ببراءة المتهمين قد جانبه الصواب وشابه الخطأ في تقدير الحجة المستمدة من جميع تلك الادلة ومن ثم انتهى الى قضاء لا يتفق مع حقيقة الوقاع موضوع الاتهامات التي كشفت عنها التحقيقات بل وجلسات المحاكمة ذاتها خاصة وان المتهم ودفاعه لم يقدم ادلة تضحض الاتهامات الموجهة للمتهمين مشيرا الى ان النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف ازاء ما وقع فيه من تردي في تقييم الادلة والرد عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر